موسم الهجر إلى الأرض ليس عنوان ملحمة أدبية لكنه مستهل لحال يفكر بها العراق مزارعاً مواطناً تاجراً وكلهم في الهم سواه يضرب العراق بشضايا الحرب العالمية الاقتصادية وتكى معركة لا ربح فيها إن لم تجد سنابل القمح طريقها إلى النجاة في كل موسم حصاد يصادف شهرين نيسان وأيار من كل عام أعلان وزير التجارة عن بدء الموسم التسويقي لمحصول الحنطة الجديد تفتح أبواب الفلاحين لصداقتهم مع الأرض لكنها تفتح باباً لكارثة جديدة مقبلة عليهم وعلى حنطة البلاد فالعراقيون اليوم بصوت واحد يطالبون الدولة برفع أسعار الحنطة حماية للفلاحين ولمنتج أساسي قبل فوات الأوان إذن كلمة السر في قمح البلاد وأهم معيار عالمي يعتبر وقود المواجهة بين الغرب وروسيا الخطر المحدق في عملية بايع الحنطة للجهات الرسمية محفوف بمخاطر التهريب إلى الخارج وهنا توضع المسألة في حسابة الاستغلال والنفوذ ما قد يحيل المزارع إلى خسارة لا تحقق إنتاجية للأرض في موسم مقبل أخلب الفلاحين عزفوا عن التسويق لكون الأسعار في الأسواق المحلية خطر آخر يهدد الفلاحين يتمثل بمخالفات قد تضرب المال العام جميع تلك النقاط الأكثر خطورة توضع في حسابات المطالبة العاجلة من أصحاب القرار في اتخاذ إجراء يضمن عدم تهريب محصول العراق الرئيسي من الحنطة وعدم استغلال الأزمة الاقتصادية العالمية من إنتاج الأرض العراقية